تواجه وزارة الإسكان السعودية والوزير الجديد الذي يعين مؤخرا مجموعة من التحديات لحل أزمة الإسكان التي باتت الشغل الشغل الاقتصادي والسياسي وكذلك المواطن السعودي يأتي ذلك وسط سعي البلاد خلال السنوات القليلة الماضية نحو حل أزمة الإسكان من خلال حزمة من الإجراءات المتخذة وتخصيص نحو 250 مليار ريال لتنفيذ مشاريع الإسكان وهي المبالغ التي تم دعمها لاحقا بمزيد من القرارات الإيجابية لكن ما هي أبرز التحديات والحلول التي تواجه قطاع الإسكان السعودي نبدأها طبعا بأبرز الأرقام والحقائق عن هذا القطاع حيث تم بناء حدود المليون وخمسمائة ألف وحدة سكنية خلال الفترة الماضية ونتحدث هنا عن الفترة ما بين عام 2009 وحتى 2014 تكلفة عملية البناء التي تمت لهذه الوحدات بلغت حدود 542 مليار ريال وتم بيع فقط حدود المائة وواحد ألف وحدة من عدد المليون وخمسمائة ألف وحدة سكنية التي تم بناؤها خلال هذه الفترة هامش الربح من قبل المطور وصل إلى حدود 92% في عام 2014 هذا طبعا هامش الربح العالي الذي يحصل عليه المطور كان سبب من الأسباب الضغطة على القطاع بسبب قلة المنافسة بالقطاع العقاري وعمليات الاحتكار فيه أما بالنسبة للتحديات التي يواجهها قطاع الإسكان بالمملكة العربية السعودية أولها يتمثل بقلة المعروض كذلك الأسعار التي تعتمر عامل أساسي في إبطاء هذا القطاع بسبب المضاربات العالية كذلك احتكار الأراضي كمستودع بالنسبة للقيمة يحتفظ بها صاحب الأرض في محاولة ربما لزيادة قيمتها خلال السنوات المقبلة إلى ذلك يضاف ارتفاع تكاليف البناء العالية نسبيا تعتبر واحد من التحديات الأساسية بالنسبة لقطاع الإسكان وافتقار السوق كذلك لآلية عملية التملك 60% من السعوديون هم مستأجرون وليس مالكين بالنسبة لهذه العقارات إلى جانب ذلك تأتي أزمة التمويل العقاري واحدة من أهم التحديات التي تواجهها الإسكان بالمبادرات التي طرحت في محاولة لعدة سنوات لحل الأزمة كان من أبرز هذه المبادرات التي قدمت من الصندوق التنمية العقاري وكذلك من وزارة الإسكان أولها إنشاء وحدات بتكلفة لا تتجاوز حدود الـ 2500 ريال لكل متر مربع أيضا تم فرض بعض الرسوم لتحرير الأراضي البيضاء والتي من المنتظر حتى الآن صدور كيفية هذه الرسوم وكيف ستكون تأثيرها على الأراضي وعلى قطاع الإسكان تمويل ملاك الأراضي المخططة في المدن الرئيسية في محاولة لعملية تحريك عدد الوحدات وكذلك المشاريع الإسكانية تم تقديم قروض إسكانية بقيمة تصل إلى حدود 15 مليون ريال بالنسبة للأفراد لمساعدتهم كذلك على التملك وتقديم قروض إسكانية للمؤسسات بقيمة تصل إلى حدود 30 مليون ريال بالانتقال إلى الحلول الفعالة المطروحة حتى هذه الساعة لحل ومواجهة أزمة الإسكان بالمملكة العربية السعودية الركيزة الأساسية اليوم هي المشاركة التي يجب أن تتم بين القطاع الخاص وكذلك القطاع العام لتفعيل هذه المشاريع وحل المشكلة كذلك فتح السوق أمام المطورين العقاريين وهذا ما سيزيد من المنافسة وبالتالي يمكن أن يتحكم كذلك بالأسعار المرتفعة وضحت بالنسبة للبيروقراطية في القطاع العام لعملية تنفيذ المشاريع وكذلك توزيعها على المطورين العقاريين وأخيرا تعزيز التكنولوجيا لخفض تكلفات الأيدي العاملة وللحديث أكثر حول قطاع الإسكان السعودي نضم إلينا من الرياضة سيد خالد الربش الكاتب والمحلل العقاري بصحيفة الرياضة أهلا بك معنا سيد خالد شكرا على وجودك استعرضنا يمكن المشاكل والحلول والمبادرات التي تم تقديمها خلال السنوات الماضية بالنسبة للقطاع الإسكان نحن نعوّل اليوم ما بعد عطلة عيد الفطر أن يكون هناك يمكن تحسن بالنسبة لهذا القطاع خصوصا مع التعينات التي شهدناها بالنسبة للوزير الجديد هل سنشهد فعلا طفرة حقيقية بعد هذه التعينات وكل المبادرات التي استعرضناها من المؤكد أن سنشهد طفرة مقبلة بإذن الله على مستوى القطاع العقاري بصفة عامة وتحديدا قطاع الإسكان لأن هناك قطاعات أخرى ضمن القطاع العقاري لا زالت نشطة الحقيقة مثل قطاع التجزئة وقطاع التجاري وقطاع الاستثماري كالمولات والأسواق هذه لا تزال حقيقة تشهد نشاط ونمو مضطرد انتبعا لحجم الاستهلاك من قبل المستهلكين سواء في قطاع التجزئة أو حتى القطاع التجاري لكن على مستوى قطاع الإسكان هذه الطفرة المقبلة هي الحقيقة مرتبطة بسرعة تفعيل كثير من القرارات والتنظيمات التي صدرت من قبل وخصوصا برنامج الذي تفضلته بالحديث عنه برنامج اشتراكه مع القطاع الخاص مرتبطة حقيقة بقدرة وزارة الإسكان بعد التغيير الأخير لمعالي وزير الإسكان وتسلم الاستاذ ماجد الحقيقة لوزارة الإسكان هذه الأمور حقيقة مرتبطة بقدرة الوزارة بتسريع هذا الأمر على الرغم من أن صندوق التنمية العقاري والذي يرأسه وزير الإسكان في نفس الوقت حقيقة طول الفترة السابقة قدم كثير من المبادرات التي بشكل أو بآخر أسهمت إلى حد ما إلى حد ما بوضع حلول مؤقتة أو بسيطة أو صغيرة للمستحقين للدعم السكني أو مستحقين للإسكان في المملكة ولكنها لا تزال جهود دون مستوى المأمول لأن هناك جهاز آخر وهو مؤسسة النقد العربي السعودي وما ترتبط بها من البنوك خصوصا بعد العمل بنظام التمويل العقاري الجديد الذي كان يشترض 30% هذا الأمر واحد من أهم الأسباب للحقيقة عاقت المستهلكين للوحدات السكنية أنهم يكون هناك توسع أو إقبال أكثر على الشراء أو التملك اليوم عنا مشكلة الأسعار جزء أساسي يمكن من عملية التملك لهذه الوحدات نحكي عن مليون ونصف وحدة بناءها سيد خالد ما تم بيعه فقط 101 تقريبا حسب الإحصاءات الأخيرة التي رصدتها سي أم بي سي وبناء على بيانات وزارة الإسكان لكن برأيك عملية ضبط الأسعار اليوم بماذا هو مرهون كيف يمكن أن يحد وزير الإسكان اليوم بدوره المنوط من هذه الارتفاعات صحيح إذا كنا نتحدث على عملية ضبط الأسعار نحن نتكلم أول شيء عن الوحدات السكنية المعدة للتاجير وتحدث أيضا عن الوحدات السكنية المعدة للتملك القاعدة اقتصادية في أي مكان ليس في السعودية هناك تناسب ما بين الوحدات المعدة للتاجير والمعدة للتملك بمعنى لو كان هناك وفرة بالوحدات السكنية المعدة للتملك وكان هناك سهولة ويسر بتملك هذه الوحدات فإن هذا الأمر سيؤدي إلى تراجع كبير بأسعار الإيجارات وبالتالي انخفاض الأسعار لكن إذا كنا نتحدث الحقيقة على الوحدات السكنية المعدة للتملك وارتفاع الأسعار هو نتيجة تراكم عدد من العوامل منها الحقيقة تأخر وتلك كثير من الحلول التي كانت تطرح في السابق نسب التمويل المحددة حاليا والدفع الأولى المحددة بـ 30% بالنسبة للمشاة التمويلية المحلية ارتفاع الأسعار الأراضي وارتفاع أسعار مواد البناء والانتشار الثقافة عند كثير من الأسر السعودية في قضية البناء الفردي أن الأسرة تقوم بنفسها ورب الأسرة يقوم بنفسها بعملية البناء هذا الأمر أدى الحقيقة إلى حصول كثير من تشوهات على مستوى المشهد السكني بصفة عامة كل هذه الأمور حقيقة بالإضافة إلى أنه أيضا شركات التطوير العقاري عددها قليل وليست بمستوى القدرة أن تضخ كميات كبيرة لأن في المقابل لا يوجد عدد مستهلكين مستعدين أو جاهزين لعملية الشراء كل هذه الأمور مرتبطة مع بعضها البعض أدت الحقيقة إلى أن تكون الأسعار بالوضع الحالي ولكن كيف تكون المعالجة في الفترة المقبلة مثل ما تفضلت وتحدثنا أكثر مرة أن الشراكة ما بين القطاعين الخاص والحكومي هو السبيل الأيسر والأسهل والأفضل الحقيقة لتجاوز هذه المشكلة ونتحدث فيها عن ارتفاع الأسعار الشراكة بأي مفهوم سيد خالد؟ وكيف يجب أن تكون صيغة هذه الشراكة؟ هناك أكثر من مفهوم الاشتراكة بمعنى أن وزارة الإسكان تمتلك حالياً عدد من الأراضي التي تم نقلها إلى وزارة الإسكان لكن الوزارة لا تستطيع بإمكانياتها وقدرات الهندسية والفنية أن تقوم بعملية البناء بالتالي يمكن أن تسلم هذه الأراضي إلى مطورين يقومون بعملية التطوير والبناء وفقاً لإحتياجات المستهلكين وهذا الأمر سيؤدي إلى خفض الأسعار لأن الغينة تكلفة سعر الأرض في هذا الأمر أيضاً يمكن أن تدخل الوزارة من خلال صندوق العقاري أو الوزارة مباشرة بالتمويل المباشر للمطورين من خلال قروض المستحقة للمواطنين وبالتالي أيضاً هنا قللنا من سعر التكلفة فهناك الحقيقة أكثر من آلية للشراكة يمكن أن تكون هناك أراضي أيضاً لمطورين أو لشركات تطوير تسهم الوزارة بشكل أو بآخر بتطوير هذه الأراضي من خلال التمويل أيضاً واحدة من أكثر إشكاليات التي تواجه قطاع التطوير العقاري بالسعودية قضية الترخيص والفترة الزملية التي تأخذها هذا الأمر يمكن أن تكون الوزارة بمثابة الجهة أو المكتب الشامل أو البرنامج الشامل اللي يمكن أن ينهي كل هذه الترخيص ويتم إصدارها في وقت قياسي وبالتالي يسهل هذا الأمر على المطور العقاري أنه يقوم بعملية البناء والتطوير خلال فترة قصيرة وبشكل سريع إذن هناك أكثر حقيقة من آلية للتطوير وزارة الإسكان للأمانة في السابق تحدثت عن هذه الأمور ولكن مشكلة الوزارة في الفترة الماضية أن التنفيذ الحقيقة بطيء جداً طبق برنامجين حالياً في الرياض وفي المنطقة الشرقية للشراكة ولكن لا يزال برنامج الموجود في الرياض إذا صحت التسمي نقول أنه متعثر لأنه حتى اليوم لم يتم المباشرة بالتطوير والبناء فيه طيب قصة الرسوم والأراضي البيضاء سيد خالد نحن ما زلنا بانتظارها وبانتظار كيف ستطبق حتى هذه الألية على الأراضي البيضاء إلى أي مدى ستحل جزء من المشكلة برأيك وخصوصاً يمكن قصة الأراضي البيضاء مرتبطة بعمل الاحتكار من قبل ملاك هذه الأراضي لتوفير ما يحتاجه المواطن السعودي اليوم من مسكن لا أو أضيفي على ما تحدثي أو تفضلتي فيه أنه أيضاً الاحتكار ارتبط بجانب اجتماعي ورؤية اجتماعية عامة لدى كثير من السعوديين اللي ربطوا أو اختسروا أو اختزلوا الحقيقة مشكلة السكن في السعودية في قضية الاحتكار نعم الاحتكار يمكن أن يكون واحد من جملة أسباب لكن بالتأكيد لن يكون هو السبب الرئيسي وبالتالي حتى لو وضع هذا النظام والتنظيم وبدأ العمل فيه إلى أي درجة سيصهم في حل هذه المشكلة هذا الأمر مرتبط بمواد ومقررات هذا التنظيم في حال تم وضع هذا النظام وبدأ العمل فيه حالياً شكلت لجنة من قبل ثلاث وزارات تقوم بكوستجينير أو البحث في السوق والتشاور مع ملاك مع قطاع خاص مع مواطنين لوضع الحقيقة مسودة الأولية لهذا التنظيم ومن ثم العمل فيه أيضاً هذا التنظيم حتى بعد ما يقرر متى سيبدأ العمل فيه كل هذه الأمور إذا لم تكن واضحة لا يمكن الجزم الحقيقة بمدى تأثير رسوم الأراضي على المشهد السكني تأثير سواء إيجابي أو سلبي عليه شكراً جزيلاً لك سيد خالد اليربيش الكاتب والمحلل العقاري بصحيفة الرياضة كنت معنا من الرياضة